السلام عليكم ورحمة الله متسبعين الأعزاء متسبعي قناة دعم مدرسي إذن سعيدة للقائي بكم مرة أخرى اليوم عنا وحد النموذج آخر من النموذج المتحانات إن شاء الله سيكونوا في يونيو 2021 إذن هذا نموذج الثاني بعد مدرنا النموذج الأول كالعادة ستلقوا البيدي أفديا في أسفل الفيديو يعني في صندوق الوصف ستلقوا على شكل صور على صفحة الفيسبوك صفحة قناة دعم مدرسي كذلك ستلقوا الرابط اللي فيه حطينا فيه جميع النموذج ديال امتحانات ديال نهاية السنة هدو غير نموذج حاطينهم الأساتيدة مثلا هنا هدو حطوا موقع المناهج حاط هدو النموذج يعني للتدريب على الامتحان اللي غيكون إن شاء الله في آخر السنة وغن خليكم كذلك الرابط ديال الفروض اللي بديناك نحطو فيهم ديال المرحلة الرابعة إذن بدأوا على بركة الله إذن نص أطلق المغرب في عام 2008 خطته الوطنية للطاقات المتجددة وهو اليوم بصدد تنفيذ برنامج طموح يستهدف إنتاج قرابة نصف مزيجه الطاقي الإجمالي من مصادر شمسية وريحية وكهرومائية ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية أنه سيمكن المغرب من اقتصاد أكثر من مليوني طن سنويا من المحروقات وتجنب انبعاث حوالي أربعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة ويتكون المشروع المغربي للطاقة الشمسية من خمسة مجمعات لإنتاج الكهرباء وعلى رأسها مجمع نور والرزازات الذي يعتبر أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم هذا النص إذا ذكرته فيتدرناه في واحد نمتج من نماذج الفروض ديلة المرحلة الثالثة كان نجزنا فيه واحد الفرد إذن هنا أخدمه على نفس النص ما أسئلة مختلفة عندها على قبل إطار المرجعي ديل اللغة العربية كيفاش يكون متيحان إن شاء الله إذن هنا يا عندنا أولا نضع عنوانا مناسبا للنص بقى كم ذكر العنوان اللي أعطيتكم في الفرد كان مغرب الطاقات المتجددة كتبت لكم مغرب الطاقات المتجددة وإن نقدر ندير النظيفة أو إن نقدر ندير كعنوان مثلا الطاقة الشمسية بالمغرب مثلا الطاقة الشمسية بالمغرب مثلا وإن نكتب مغرب الطاقة الشمسية مثلا ثانيا أضع علامة في في الخانة المناسبة مشيرة لنوعية من أصل هو قصة أم كطبة أم مقالة لم تبع الحال فهو مقالة حدد خريطة الكلمة دي المزايا إذن خريطة الكلمة يكون عندي نوعها مرادفها ضدها وتركيبها في جملة إذن هاته التراتيجية دي الشرح المفردات وفهم المفردات سأعطيكم منها في الامتحان إن شاء الله ضروري إما يعطيك خريطة الكلمة إما يعطيك شبكة المفردات إما هاته التراتيجية مستراتيجية اللي أصلا تمدر بتعليهم لما دار السنة إذن عندي مزايا نوعها بطبيعة الحال اسم مرادفها قدرون نقول مثلا فوائد مزايا عندها واحد الفوائد مثلا ضدها مساوي مساوي أو لا عيوب تركيبها في جملة مثلا لرياضة مزايا عديدة مثلا لرياضة مزايا عديدة مثلا يعني لها فوائد عديدة سؤال موالي كذلك إيتي بشبكة مفردات كلمة الطاقة الشبكة ديال المفردات يعني جميع الكلمات اللي عندها علاقة بالطاقة يعني كتجيك في بالك مليك تقول طاقة هم هاته الشبكة ديال المفردات مثلا طاقة نقدر نكتب عليها مثلا متجددة نقدر مثلا قوة نكتبه مثلا متجددة نقدر ندير نظيفة نقدر ندير مثلا كهروماء مثلا طاقة مثلا كهرومائية مثلا نقدر ندير كهربائية نقدر ندير جهد نقدر ندير قوة يعني أي حاجة عندها علاقة بالطاقة أي حاجة عندها علاقة بالطاقة شمسية مثلا طاقة أحفورية أي حاجة عندها بالطاقة نقدر نديرها في شبكة المفردات ديال طاقة إذن ننتقل الآن الصفحة ثانية المجال نباقين أسئلة ديال الفهم إذن عندنا ماذا أطلق المغرب في الفين وثمانية إذن عندي أسئلة ديال الفهم كيكونوا في النص إذن أطلق خطته الوطنية للطاقة المتجددة نكتب أطلق خطته الوطنية للطاقة المتجددة ولا للطاقات كي مكاتبين المتجددة إذن الأسئلة كيكون المصدر ديالها من النص ما هي مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية إذن ها هي مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية ما هي تمكين المغربي للطاقة المغربي للطاقة الشمسية إذن هو مجمع نور ورزازات هندوزو الآن المجال الرئيسي الثاني إذن هنشوفو الصرف واتحو وصرف في المدى حسب المطلوب إذن مدى تم فعل مضاعف هنشوفو شنو كيوقع ليهم اللي كنصرفو إذن أنت كيتفك ليه التضعيف ديالو أنت مدد ت مضارع أنت تمد في الأمر مد لا أمد مد يدك مثلا لا أمد عفوا نكتبته إذن هنا مد أنتم أنتم مدد تم يفك تضعيف المضارع أنتم تمدون كيبقى تمد نعم إذن الأمر مد أمر مد ما تنسوش هدك الأليف هنا الفاصلة والفارقة إذن أكمل جدول بما يناسب عندي اسم فاعل اسم مفعول كيما وريتكم في واحد اسم فاعل واسم مفعول راها شي حاجة لمشي صعيبة ورقة بس نشرح لكم أكتر إذن إذا كان عندي فعل تولاتي كنحفظو على الوزن فعل تولاتي بحال هنا وجدا وجدا تولاتي واحد جوج ثلاثة إذن اسم الفاعل غيبقى على وزن فاعل واسم مفعول غيبقى على وزن مفعول بادي بما إذن وجدا واجد واجد على وزن فاعل مفعول موجود واجد موجود واجد موجود موجود مضارع يأتا كي فو يأتا كي فو هاليا أبدلها ميمن مضمومة مو وكنكمل وإذا في اسم مفعول أبدلها ميمن مضمومة إذن بالنسبة لإسم الفاعل أكسروا ما قبل الآخير هذا هو الحرف الآخير أكسروا ما قبل الآخير إذا كان اسم مفعول ندير فتحة الحرف ما قبل الآخير إذن معتكفون معتكفون مثلا أخرج 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 تسعطيني يخرج إذن هنا ندير مخ ريجون مخ رجون إذن هنا أكسر هنا أفتح هذا هو اسم الفاعل واسم مفعول بكل بساطة تولاتي على وزن فاعل على وزن مفعول كتر من تولاتي كندير المضارع ولكن نبدأ كنشدو كنبدأ بميم مضمومة إذن هنا ها هو المضارع يخرج إذن مخ ريجون مخ رجون إذن هنا اعتكف معتكف 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 وخات هذا معتكف هنا كتعطي اسم مكان كتر ما هو اسم مفعول معتكف هنا الفتحة وضع هنا الفتحة وضع الفتحة هنا وكمل ملء الجدول بما نناسب اسم الآلة ووزن على العموم على العموم على العموم على العموم سوف يكون بساطة سوف يكون سهل من الفروض التي يجيوكم بعض المرات في القسم لأنك يعطيك ذاك شي بساط ومقتدب لأنك يكون عندك ساعة ونص فيها العربية وفيها التربية إسلامية يعطيك نفس الورقة فيها عربية وفيها التربية إسلامية إذن عندنا هنا نفخ اسم الآلة من فاخ من ف خن على وزن مفعال عفو هنا مفعال لون إذن كناسة إذن مي كناسة مي فعالة مي كناسة مي فعالة مي فعالة هنا أعيد كتابات الجمع الآتية محولة الأرقام إلى الف واخ إذن قلنا في الفرض في امتحان النموذج دياله شفنا كيف أرطيتكم القاعدة ديال العدد والمعدود كيف إمتى يوافق إمتى يخال إذن قلنا واحد وجوج يوافق إذن أطينا أن واحد وجوج يوافق سواء كان ببحده مفرد أو مركب أو يعني معظف مثلا واحد ببحدها اشتريت قلما واحدا اشتريت قلمة واحدة إذا كان مركب معه معه إحدى أو إثنى عشر أو تلميذ أو 12 تلميذ كيف يوافق بجميع مثلا 21 رجلا رجلا 21 امرأة من ثلاثة احتل تسعود. من ثلاثة احتل تسعود اشكي يعطينا يخالف سواء كان بحدو سواء كان مركب سواء كان معطوف معطوف يعني خمسة وعشرونة اربعة وعشرونة فهم مركب يعني ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر. اذا هنا يخالف مثلا مثلا عندي مثلا سبع دجاجات الدجاجة مؤنت السبعة مذكر شوف اربعة المرات يعطيكم الجمع مثلا ارجع النصبا ليوحد العدد المعدود هنايا نحن نشوف هنايا خمسة مجمعات قد قول او خمسة خالف وهنا مؤنت وهنا مؤنت لا لك ارجع المفرد مجمعون هذا مجمعون في المفرد راه مذكر مفهوم اذا خص الخمسة تخالفه هتعطينا خمسة مجمعات بدقولش هاد مؤنت عنده التاء وهادرها لا لك ارجع المفرد هو ليك يعطيني واش مذكر وانا مؤنت عشرة عند جو حالات إذا كانت بوحدها وإذا كانت مع شي حاجة أخرى إذا كانت بوحدها تخالف بحالة ثلاثة وتسعود عشرة بقارات عشرة خيرفاني تخالف إذا كانت مركبة توافق إذا كانت زيد عليها شي حاجة مثلا 17 17 مثلا ولدا أجلنا على الأعدد من ثلاثة ثلاثة سعود هذا يخالف والعشرة مركبة توافق إذا عقلت عليه هي وأشعر تكتب إذا نكتب هذه السبعة تخالف دائما هذا يخالف العشرة إذا كان مركبة سيوافق إذا لدي سبعة عشرة ولد السبعة تخالف العشرة لأنها أشعر اذا انها مركبة هنا فهي توافق اذا سوف نرى هنا في الضيعة الفلاحية 25 بقارة اذا الخمسة تخالف بقارة مؤنت اذا 5 50 و 20 و 30 و 40 و هذه مصورة وحدة لا مؤنت ولا مذكر 25 بقارة في الضيعة الفلاحية 25 بقارة الخمسة تخالف في الاسبوع عندي ايام وعندي سبعة سبعة تخالف اذا سبعة لان يوم هذا يوم سبعة ايام هذه ايام ولكن نرى في المفرد يوم مذكر اشتريت عندي 15 قصة اذا الخمسة تخالف خمسة عشرة قصة والعشرة توافق لان هنا جات مركبة العشرة من اللي تكون بحدة تخالف من اللي نزيد على حاجة اخرى كتولي توافق اذا هذا يخالف هذا يوافق هذه مؤنت خمسة عشرة قصة اتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطة هادي انا هنمشيوا ترى كيه اتمي بما يناسب اخيك ابوك فاك حموك اذا هنا الاسماء الخمسة اذا هنا يا عندي اخيك اما غتكون منصوبة او مجرورة انا عند الياء ابوك مرفوعة فاك اذا هنا يا وعندي حموك واخ اذا عندي نظف بالسواكي عند كل صباح بطبيعة الحال نظف فاك نظف فاك اذا هناك تكون منصوبة بالاليف مرفوعة بالوا ومجرورة بالياء اذا نظف فاماك يعني الفا هو فاكة يعني فماكة نظف ماذا الفاك هو مفعول به يخصو يكون منصوب اذا ها هو عنده الاليف يعطفو على ابنائه اذا ابوك مبتدأ مرفوع مرفوع باش بهذاك الواو لانه من الاسماء الخمسة كان كان الاسم ديالك يكون مرفوع اذا كان حموك مسافرا مرفوع بالواو سلمتو على على حرف وجر اذا خطيتبع اسم مجرور على اخيك مجرور بالياء لانه من الاسماء الخمسة هنمروا الان الصفحة الموالية وحول ما تحتوي خط الى جمع المذكر الساني جمع المذكر السالي كيكون منصوب بالياء مجرور بالياء مرفوع بالواو منصوب الواو الكسرة والفتحة كيعطوني الياء اذا هنا دخل اللاعب بما انه مضموم اذا جمع المذكر السالي سيكون عنده الواو دخل اللاعبون منح المدير الجائزة للفائزي بما انه عنده كسرة ستتحول الى الياء للفائزينا للفائزينا هنأت المجتهدة الفتحة كذلك ستتحول الى الياء مفهم لان الجمع المذكر السالي ما عندهش مثلا شي حاجة اخرى عنده الواو عنده الياء الواو الى كان مرفوع الياء الى كان سواء مجرور ولا منصوب راكي تكون عنده الياء هنأت المجتهدين المجتهدين بالياء اصل بسام كل جملة بنوع التوكيد لا لا للعلف ضد النساء اذا هنا يا كررنا اللفد يلا اذا فهو توكيد اللفد حضر المفتش عينه اذا بما انه عنا عينه راه التوكيد معنوي عينه نفسه كله اذا هذا توكيد تكون معنوي بهذوك الالفاظ ديال التوكيد هنجيو الهمزة املأ الفراغ بالهمزة المناسبة همزة الوصل لهمزة القطع اذا هنا اكتشف اكتشف بطبيعة الحال عنده همزة قطع همزة وصل عفوا همزة وصل انسانون اسم هذا عنده همزة القطع انسانون عندي هنا الحضارة تكون فيها همزة الوصل الى هاد الحرف تكون فيه همزة القطع واندهشة اندهشة هو عنده همزة الوصل طبيعة الحال واندهشة اكرمة فعله رباعي عنده همزة القطع املأ الفراغ بهمزة ابن او ابن او ابن اكتشف اكتشف اذا نكمل الامتحان املأ الفراغ بهمزة ابن او ابن بدون الف بدون همزة ساهم عمار ابنه لان نجت هنا بين عالمين تربطهما علاقة في نشر الاسلامية ابنه عمي اذا هنا جات بعدها حرف نداء كذلك ما كيكونش عندها الالف دياله واحترم والديك واعتني بهم ابنه بطوطة جات فيه اول الجملة اذا كتحتفظ بالالف ديالها رحالة مغربي مشهور عالمي اذا نعمشو المجال الاخر للكتابة اضبط بالشكل التام من الى اضبط بالشكل التام من ويتكون الى الطاقة الشمسية في العالم اذا هذا الجزء الاخير ديال النص اذا ويتكون المشروع ويتكون المشروع المغربي المغربي للطاقة الشمسية من خمسة مجمعات لانتاج الكهرباء وعلى رأسها مجمع نور ورزازات الذي يعتبر اكبر مجمع لانتاج الطاقة الشمسية في العالم اذا هذا هو الجزء المطلوب منك هنا عندنا اراد سلاميد القسم السادس القيام بزيارة متحف محمد السادس للفال الحديث والمعاصر فطلبوا منك كتابة طلب الى رئيس مؤسسة الوطنية للمتحف بزيارة هذا المتحف اذا اقرأ عناصر الرسالة التالية بتماعون واقوم اقرأ واقرأ واقوم بترتيبها من واحد الى شحل عندنا تقريبا تمانية يعني الى تمانية للحصول على رسالة متكاملة اذا انا غنشوفوا هاد الجوما نقرأهم انتم مرة قرأتوا الرسالة الادارية ولا رسمية كيفاش كتكون وقرأتوا الرسالة يعني اللي كتكون عائلية او ديال الاصديقاء او لا اذا هادو ستكون ضبطوهم مفهوم لانه يقدر يعطيك هاد الشكل في الامتحان ان شاء الله اذا عندنا عن موضوع الى السيد المحترم من تلاميذ السنة السادسة الرباط فيه وبعد توقيع تلاميذ تحية مجاملة تحية ديال المجاملة والتحية الختامي اذا غادي نشوفوا طبعا الحلقة نبدأوا وبالتاريخ هو الاول تتبعوا المرسل اذا شكونا هو المرسل هما التلاميذ السنة السادسة من بعد غادي المرسل اليه هو السيد المحترم رئيس المؤسسة الوطنية للمتحف اذا هنا ثلاثة من بعد الموضوع ما هو الموضوع ديال الرسالة من بعد غادي يجي تحية ديال المجاملة اللي كتكون في الاول قبل ما نبدأوا يعني الرسالة ديالنا تحية تحية تقدير واخلاص من بعد كي يجي نص الرسالة فيطيبوا لنا سيدي اذا هذه هي ستا في الاخير تنديروا التحية الختامية ومن بعد التوقيع كي يكون هو الاخير اذا هذه هي يعني العناصر ديال هادا الرسالة كيفاش كتكون غادي يصيبوا لك رسالة متكاملة فيها جميع العناصر ديالها اذا كنتمنى تكونوا سافتوا ان شاء الله ونطلقوا معه نموذج اخر من النماذج ديال الامتحانات ديال ان شاء الله ديال يونيو 2021 بالتوفيق للجميع اذا لك